السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معروف ان اليهود عبيد للمال وكان في اي مكان ليهم فيه مصلحة كانوا بيحلفوا ما عندهمش مشكلة ان بعضهم يحلفوا الاوس والبعض الاخر يحالف الخزرج بيأكد الشيخ الشعراوي ذلك ويقول ان من صنع الشعوعية فهو يهودي ومن صنع الرأس مالية فهو يهودي ومن يحرك العداوة بين المعسكرين يهودي وكان ميثاق الله على بني اسرائيل في التوراة ان لا يقتلوا بعضهم بعضا وان لا يخرجوا بعضهم بعضا من ديارهم وان وجدوا عبدا او اما من بني اسرائيل يشتروه ويعتقوه ولكن اليهود اخذوا من الميثاق ما يحبون وتركوا ما يبغضون فماذا فعلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتنهبون وتعينون اعداؤكم من الاوس والخزرج على اخوانكم من اليهود بغيا عدوانا فاذا وضعت الحرب اوزارها وانتهت سارعتم وفديتم من كنتم تقتلون بايديكم فيا للعجب افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فتأخذون ما تحبون وتتركون ما تكرهون فما اقبح ما تفعلون ايها اليهود فالايمان كل لا يتجزأ فمن سلك هذا الطريق استحق الذل والعار والخزي والفضيحة في الدنيا فجاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واجلى منكم من اجلى من بني قينقاع وبني النظير وقتل منكم من قتل من بني كريضة لما حالفوا الاحزاب في غزوة الاحزاب وسبى منكم من سبى لما فتح الله عليه خيبر واخذ منكم الجزية وانتم صاغرون ولا تظنون ان الامر قد انتهى بل يأتي يوم القيامة باشد واعظم العذاب وما الله بغافل عما تعملون ايها اليهود ظهر اليهود خلفائهم من اهل الشرك الذين لا يعرفون حلالا ولا حراما ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا نبي ونصروهم على اخوانهم من اليهود بالقتل والاخراج من الديار ظلما وعدوانا وبعد ان تضع الحرب اوزارها يذهبون الى حلفائهم ويخلصون اليهود من الاسر والرق وجزاء الظلم في الدنيا قبل الاخرة حتى يعتدل نظام الكون وان ربك لبالمرصاد جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر